موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم ضيف التحرير ساعة قليلة تفصل الجزائر عن أهم استحقاق سياسي في تاريخها في ظل تعدد إعلامي ولمناقشة هذه النقطة ونقاط أخرى يحضر معي الدكتور محمد العقاب أستاذ بجامعة الجزائر ثلاثة ومحلل سياسي أهلا بكم سيدي سيدي بداية لنبدأ من قراءتكم لاتهامات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمترشح الحر بن فليس بممارسته الإرهاب عبر التلفزيون خلال استقباله لوزير الخارجية الإسباني هي في الواقع أنت تسمينها اتهامات وربما بعض المحلل الأخارين يسمونها اتهامات أنا لا أعتقد أنها اتهامات مدام أن رئيس بوتفليقة رغم أنه مترشح حر إلا أنه مزال رئيسا للجمهورية إلى غاية سليم مهامه بعد الانتخابات الرئاسية وكذلك فإنه من ناحية دستورية فإن السياسة الخارجية للبلد فهي من صلاحيته ومن اختصاصه ومن هذا المنطلق فإنه يجوز له أن يستقبل من يشاء يعني من رؤساء والوزراء والشخصيات الدولية وفي هذا السياق استقبل جون كيري واستقبل أمير دولة قطر واستقبل كذلك موراتينوس الآن خلال هذه عملية الاستقبالات بدون يشك فإن ضيوف الجزائر يطرحون انشغالاتهم على رئيس الجمهورية أو حتى على وزير خارجية ومن واجب الرئيس أن يجيبهم الظروف التي جاء فيها موراتينوس جاء في ظروف اشتد التنافس السياسي خلال حملة انتخابية على قلوب وعقول المواطنين لأنها كانت حملة انتخابية قوية وقبلها بيوم أو بيومين كان السيد علي بن فليس قد اشتظيفه في برنامج تلفزيوني هي القناة الثالثة أعتقد الوطنية وأدل ببعض التصريحات فهمت من قبل وسائل الإعلام وربما من قبل المواطنين ومن قبل بعض المترشحين وربما حتى من الخارج فهمت على أساس أنها تهديد وأن الجزائر مقبلة على مرحلة حرجة بعد انتخابات 17 أفريد يعني سيد برأيكم التصريحات سيد بن فليس هي حقا تهديدات وضغط على الولايات أنا قلت لك بأنها فهمت كذلك لماذا فهمت لأن المترشحل الرئاسيات لا يمتلكون الخبراء في الحملة الانتخابية وفي الدعاية الانتخابية وفي التسويق الانتخابي إنهم يقومون بحملة انتخابية يعني بين مزدوجتين بدائية لا يمتلك المفروض المترشح للرئاسيات يمتلك فريق يكتب الخطب يمتلك فريق يعني في التسويق سياسي فريق يعرف كيف يتعامل مع التلفزيون فريق ربما في اللباس المترشح ربما في الماكياج في كيفية استقباله للجمهور في كيفية دخوله للقاعة في كيفية خروجه للقاعة إذن هذا هو تسويق سياسي يفتقرون إليه وربما هذا الذي ترك بعض المترشحين وربما بعض من يمنثلهم يدلون ببعض الكلمات بدت وكأنها عادية أو بسيطة ولكنها خلقت ما خلقت من الردود فيها الكبيرة سيدي هناك من يرى أن تصريحات السيدة عبد العزيز بوتفريقة هي خارجة عن دبلوماسية أنا قلت لك الوضع يعني لم تحدث من قبل خارجة عن العرف دبلوماسية كما يقول بعض المحللون شوفي أولا حالة الخوف التي سادت داخل الوطن بالتزامن مع هذه الحملة الانتخابية ليس مستبعدا أن تكون قد انتقلت إلى أوروبا لماذا انتقلت إلى أوروبا؟ لأن الوضع في أوروبا اليوم مزعج خاصة بعد قضية القرم في القرم وروسيا وروسيا هي التي تموين أوروبا بحوالي 40% من الغاز وروسيا على مرحلتين في 2006 و2009 قطعت الغاز على أوروبا وخلتها في إزمة عائلية خلال برودة وإزمة في المصانع والسيارات الأخيرة بقات الجزائر هي الممون الآمن بالنسبة لأوروبا رغم أنها تموينها بحوالي 20% فقط ولم يحدث أن الجزائر قطعت تموين على أوروبا حتى خلال سنوات الإرهاب إذن بقات هي دولة ذات مستقية هذه التهديدات الأخيرة أو التي فهمت على أساسناها التهديدات نقلت الخوف إلى أوروبا وربما جاء موراتينوس يستفسر الوضع بالنسبة لإسبانيا وربما حتى بالنسبة لأوروبا إذن في هذا السياق العام ما نقدرش نقول أن الرئيس ما لازمش يجاوبه وربما لو طرح انشغالته حتى على المترشحين ربما كان عندهم وجهة نظر ولاحظنا حتى عندما جاكيري تخاطب وتكلم مع رئيس الجمهورية وكذلك كانت عنده مأدوبة عشاء مع شخصية أخرى ليس مترشحة هي وزير خارجية سابق ولكن عنده موقف من رئاسية سيدي بالنسبة للانزلقات الكثيرة التي عرفها الشارع الجزائري ألا تظنون أن انحراف الخطاب السياسي أثناء الحملة الانتخابية هو سبب لهذه الانزلاقات؟ ربما العنف الذي ساد الخطاب السياسي غذاها أكثر ولكن صراحة بداية الانحراف كان قبل بدأ مع إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لعهدتين جديدة ظهرت ما يسمى بحركة باركات وبعدها 52 باركات وبعدها حركة رفض أو ليست أدري حركة زايد رفض إلى آخرين بزايد في الشرق الجزائري إذن هذه الحركات نزلت إلى الشارع وتعرف أن الشارع من الصعب السيطرة عليه من السهل إنزال الناس إلى الشوارع ولكن عندما يشعر الفتيل وتسخن بين الشباب وبين المراهقين وربما من أطفال المدارس يصبح من الشعبي جدا السيطرة على الشارع وجربناها في أحداث 88 الذي أشعر له فتيل 88 هم الأطفال تقريبا لأنهم ناقصين واعي ومراهقين ومتحمسين وما نقدرش نتحكم فيهم وهم اللي راح يكسروا إذن الراهان على الشارع يعني راهان صعب وغير مضمون لأواقب إذن هما انطلاقا من معارض الترشح للرئيس العودة ربيعة نزلوا إلى الشوارع وبعدين الشارع يستغل من قبل حركات أخرى مثل منطقة حركة الحكمة الذاتية في منطقة القبائل هذه التي تسمى حركة براكات ربما المقاطعين وربما آخرين إذن وجاء بعد ذلك الخطاب السياسي المتطرف خلال الحملة الانتخابية ساعد أو كما نقوله إحنا يجد صب النار زيت على النار إذن هو قام بدور التغذية ولم يكن مصدرا رئيسيا سيدي بذكر المقاطعين يعني برأيكم المقاطعين هم يقولون أنهم لن يسكتوا يعني في حالة ما إذا اغتصب صوت الشعب أثناء الاقتراع يعني في رأيكم هل سيكون هناك تسعيد بعد؟ هي في الوقت حتى كلام غريب كيف يغتصب صوت الشعب أولا هم مقاطعون وحتى المقاطعون يعني تغتصب إرادة الشعب في التغيير لا هي أولا شوفي أولا هم مقاطعون وبالتالي هم خارج اللعبة السياسية خارج اللعبة السياسية تماما وحتى يعني الوزن المقاطعة ليس وزن كبيرا يعني بدلل بعض الأحزاب الإسلامية يعني حزبين أو ثلاثة أحزاب يعني ليس لها نفوذ في المجتمع لكن يعني مقاطعة فيها يعني شخصيات نعم ولكن شوفي الحياة السياسية هي أحزاب لأن الأحزاب هي عبارة عن أهل انتخابية بإمكانها أن تحرك المجتمع أما الشخصيات ربما لا شخصيات لها وزن نعم لها وزن ولكن ليس لديها القدرة للتعبئة بدلل لاحظنا كثير من شخصيات خرجت بعضهم مجهر احتري سلاء إلى الأجانب بعضهم مجهر سلاء إلى المقاطعة أخرون سند وكذا ولكن تأثيرهم أصبح محدودا وما ننسوش أن بعض الشخصيات مثلا يعني هي شخصيات قديمة الجيل الجديد الجديد ما يعرفهاش يعني نشطة لم تظهر إلى الساحة منذ 15 سنة اللي كان في عمره 5 سنوات قبل 15 سنة الآن في عمره 10 سنوات 20 سنة وهذه العشرين السنة هم يعني ناخبون للمرة الثانية أو الثالثة إذن تلاحظين أن النمو الديمغرافي وتطور الحياة الاجتماعية دائما تبعث إلى الساحة يأما وجوه جديدة أم الوجوه التي ظلت تهيمن على الساحة السياسية هي التي تلقى التجاوب قلت لك يعني أحد المقاطعين يعني وزنهم ضعيف جدا يعني لاحظنا أنهم في الانتخابات في التجربة الانتخابية بينات أن نسبهم يعني ضعيفة وكذلك يعني بينات التجربة العالمية أن السلوك الانتخابي يعني المنتخب كلما شعر أن البلد في خاطر كلما زادت نسبة المشاركة خذي لك مثلا يعني في 2002 في فرنسا عندما يعني تأهل اليمين المتطرف جو ماري لوبان إلى الدور الثاني رفقة شراك في الدور الثاني هب المجتمع الفرنسي كله وصوت لي صالح شراك في 2014 يعني في أفريل أسبوع وعشرة أيام في أفغانستان الشعب الأفغاني شعر بالخطورة الوضع الأمني في بلاده يعني يهب نحو المشاركة يعني حوالي 58 إلى 61% نسبة المشاركة في أفغانستان خذي لك تركيا يعني قبل 15 يوم أقلها وعشرة أيام يعني بسبب إحداث تقسيم ومخاطر التي حداقت بتركيا والوضع في سوريا باعتبار سوريا دولة جارة يعني شعروا الأتراك بالخوف يعني نسبة المشاركة وصلت 89% إذن نفس الشيء في الجزائر جربناها في 95% كان الإرهاب قوي عندما المواطنين شعروا بالخطر يعني نسبة المشاركة ارتفعت كذلك على هذا الأساس الآن المواطنون شعرين بالخطر يأما من خلال هذه التهديدات يأما بالنظر إلى الوضع الإقليمي المتقلب عندك تونس عندك ماليا عندك ليبيا عندك سوريا عندك تونس يعني أنتم سيدي ترجحون يعني ارتفاع نسبة المشاركة أنا نشوف بناء على مختلف الانتخابات 95% كانت 61% يعني 99% حوالي 73% أو 209% أعتقد 58% أنا أعتقد أنه المؤدل العام لنسبة المشاركة سوف يتراوح بين 55% و 65% وهي نسبة معقولة جدا لأن قضية المشاركة في الانتخابات يعني قضية دولية وليست قضية جزائرية محظم سيديو على ذكر الشخصيات ذات الوزن التقيل يعني كانت هناك شخصيات على غرار الوزير السابق ليمين زروال وحمروش وربما علي كافي قبل موته وجهت رسائل يعني كلها فحواها مناهض للعهد الرابعة برأيكم ألا يؤثر ذلك يعني يوم الانتخاب أولا علي كافي رحمه الله الرئيس علي كافي رحمه الله و لا أعتقد أن من انتقل إلى جوار ربه ما زال يحظى بالتأييد والتأثير في الساحة السياسية يعني الكلام هذا غير معقول هو مردود على أسحابه بالنسبة للرئيس السابق سيد ليمين زروال أنا لم أقرأ له أنه عرض العهد الرابعة وإنما يعني قراءات صحف فهمت على أنها معارضة للعهد الرابعة وتحتمل كل القراءات لكن هو تتكلم عن الدستور يعني قراءات زروال يعني تحتمل كل القراءات هو دعا إلى مرحلة انتقالية يعني يتم تأسيس فيها لتسليم السلطة إلى جيل ما بعد جيل استقلال يعني صراحة لم تكن أبدا يعني معارضة للعهد الرابعة وإن كان يعني في نيته يعارضة العهد الرابعة ولكن نحن لا نحكم على النوية في الحقيقة المعارضة أو التأييد لا يأتي لا من قبل الشخصيات ولا من قبل أحزاب ولا من قبل وسائل إعلام المعارضة أو التأييد تكون خلال صنادق لأن الانتخابات هي لعبة سياسية وهي التي تنقل السلطة من يد الحاكم إلى يد الشعب فالشعب هو الذي يقرر وهو الذي يقول هل بطريقة عنده العهد الرابعة أم عنده شعودة رابعة هل يغير نحو رئيس آخر أم يبقي عليه إذن الشعب هو سيد وهو شيء ربما الذي دعا له بعض المترشحين بعض المسيرين حملة الرئيس بوتفليقة والذين قالوا بالمعارضة يعني تكون يوم الاقتراع في الصندوق وهذا كلام منطقي لماذا كلام منطقي؟ لأنه تعرفي أن دول العالم جربت لأنه قبل ما دول العالم توصل إلى الانتخابات كانوا الناس يتقاتلون من أجل السلطة تعرفين قصة الولايات المتحدة الأمريكية سيفل وور يعني الحرب الأهلية في 1865 تعرفين الثورة الفرنسية تعرفين ما حدثت في بريطانيا وما حدثت في مجمل الدول أوروبية يعني قبل أن يصلوا الناس إلى إلى الفكر الديمقراطي وإلى الانتخابات مروا بتجربة دموية قتلة إذن الانتخابات هي التي تنتقل بشعوب والحكومات من منحلة العنف إلى منحلة السلم إذن من خلال السناديق تنتقل السلطة من رجل إلى آخر بطريقة سلمية وبالتالي معد ذلك فهو السلوك غير صحي وغير سليم سيدي بالنسبة للمرحلة الانتقالية التي يطالب بها جل المترشحين كيف ترون هذه المقرات؟ في الواقع أنا في تقديري شخصي أنه فيها أفهام مختلفة كل واحد له فهمه للمرحلة الانتقالية أنا أتكلمت كثير مع بعض الشخصيات سواء المقربة من بن فليس أو المقربة من سيد عزيز بالعيد أو المقربة من سيد الوزح النون أو غيرهم أحتاج جماعة بوتفليقة تكلمت معهم جماعة بوتفليقة أيضا يتكلموا على مرحلة الانتقالية ولكن المفهوم يختلف بالنسبة لجماعة بوتفليقة المرحلة الانتقالية هو أنه سوف يتم تعديل الدستور وبالضرورة إذا تم تعديل الدستور ربما تتغيير بعض القوانين أو تتم مثل قانون الانتخابات وإذا حاجة هذه الأشياء ربما رح إلى انتخابات برلمانية مسبقة وربما يبدأ تطعيم المؤسسات التنفيذية وربما حتى المؤسسات التشريعية بإطارة شبة ممكن يروحوا لتقسيم إداري جديد تظهر فيه حوالي 100 ولاية 100 ولاية ولكن يقول لك معلومة ربما نروح إلى غاية 100 ولاية وبالتالي هنا نحتاج إلى إطارة شبة رؤساء الولايات الدوائر البلديات المسؤولين من الصف الثاني وصف الثالث إذن تلاحظين كل هذا هو مرحلة انتقالية يعني هل سيتم فعلا تشبيب المؤسسات؟ لا خيار لهم لأن جيل الاستقلالي وصل إلى نهايته أو جيل ثور عفون وصل إلى نهايته وانا في تقديري هذا هو المنعرج الأخير سيدي بالنسبة لربما الجزائر تعيش لأول مرة انتخابات في ظل تعدد إعلامي يعني كيف رأيتم التغطية الإعلامية الأجنبية بالخصوص أو الداخلية والأجنبية والخارجية للانتخابات الرئاسية وكيف ستكون يوم الاقتراع؟ حتى نكون دقيقين ليست هي المرة الأولى التي نعيش فيها انتخابات في ظل تعددية إعلامية لأن التعددية الإعلامية بدأت في التسعينات مع قانون الإعلام الجديد ومن ذلك الوقت نحن نعيش تعددية في الصحافة المكتوبة الآن في 2014 نحن نعيش لأول مرة يعني ظهور القنوات الخاصة وصراحة قنوات الخاصة هذه لعبة الدورة في إنارة الرأي العام بمختلف الأفكار والبرامج التي يحملها المترشحون كل القنوات النشيطة بما فيها قناتكم بيرتي فيل والقنوات الأخرى يعني استضافوا المترشحين أو استضافوا ممثلوهم وكل واحد كانت لها فرصة بفرصة الوصول يأما إلى جمهور القناة أو إلى جمهور الجزائري سواء كانت داخل الوطن أو خارجه وهذه إضافة نوعية للحملة الانتخابية في ظل تلفزيول الجزائري الواحد الأوحد لم يكن ممكنا هذا التنوع في الخطاب هذا التنوع في الرسائل هذه الفرصة لكل المترشحين من الوصول إلى جميع الناس وبالتالي علينا أن نثمن هذه التجربة ولو أن نشابها بعض النقائص خاصة قلة احترافية ضعف صحفيين وإستخوين إلى آخره ولكن دعونا نقول أن هذه القنوات هذه استرجعت لمشاهد الجزائري من القنوات العربية أو القنوات الأجنبية إلى القنوات الجزائرية وربما سيدي ظهور قنوات الخاصة هذه ربما هل سيعطي مصداقية أكثر للانتخابات بالنسبة للتغطية؟ الآن في ظل الحرية الإعلامية الموجودة في ساحة الجزائرية من حق هذه القنوات أن تنتقد وأن تراقب وأن تنقل وأن تشرح وأن تحقق وأن تفعل ما تشاء في إطار ضوابط مهنية وفي إطار أخلاق المهنة وبالتالي سوف تعطي إذا القنوات الخاصة هذه أو مختلف وسائل الإعلام شهدت بين الانتخابات نازيها فهي نزيها وإذا عندها الأدلة والصور بأنها مزورة فهي مزورة إذا لديها صوت سوف يكون ربما فاصلا وسوف يكون مرجعا بالنسبة يأما للقنوات الأجنبية يأما للمنظمات الزوانجية للمنظمات غير الحكومية سيدي هل هناك تخوفات يوم الاقتراع من انزلاقات في الشارع في خدم هذه الجدل والمعارضة الموجودة؟ أنا لا أعتقد أنها فيها ولد التخوفات ولد التخوفات والتخوف شي طبيعي شي طبيعي عند الناس الناس يتخاف وشاهدناها في الإقبال على التمون بالمواد الغذائية كثير منهم خزنوا تحت الأسرة وفي كل مكان المواد الغذائية يعني الناس متخوفة تشاهدين الآن طوابير على البنزين لأن الناس متخوفة فعلا ولكننا نشوف يعني فيهم عوامل أخرى يعني تطمئن على العملية الانتخابية بما في ذلك يعني كثير من المقاطعين دعوا إلى الحطى والحذر كثير من الذين سندوا بن فليس قالوا نحن لن ننزل إلى الشارع مهما كانت النتائج الجيش الوطني الشعبي أنه توعد الذين يحاولون المساعد بالأمن والاستقرار إذن هذه العوامل كلها مجتمعة تخلينا نطمئن على مصار العملية الانتخابية والجزائريين ليسوا مستعدين أن يعودوا إلى سنوات الدم والدموع والدمار والتجارب الجاثمة أمامنا في المحيط الإقليمي والمحيط العربي يعني هي درس كبير جدا السلم والسلم والسلم خط أحمر سيدي سؤال أخير وباختصار توقعاتكم لما بعد 17 أبريل والله أنا نتوقع أن تكون فيه مرحلة انتقالية ولكن المرحلة الانتقالية هذه تكون في إطار الاستمرارية لأن الرئيس بوتفليقة من ليجا عنده برنامج وهذا الفريق تقريبا هو نفس الفريق الذي بدأ معه منذ 99 يعني يحدث في بعض تغيولات وبعض الزيادة والنقصان في الحكومة إلى أخيره ولكن تقريبا هو نفس الفريق أن نشوف أنه رايح آخر ما تبقى لرئيس بوتفليقة في جعباته من إصلاحات رايح يكملها خلال العهدة الجديدة الآن تسأليني كيف رايح نتكلم عن رئيس بوتفليقة أنا نشوف أنه الانتخابات تقريبا بالنظر إلى عدد الكبير من الأحزاب والجمعيات ومنظمة المجتمع المدني وأرباب العمل والفلاحين والطالبين الأخير لذلك قلت أن بوتفليقة سوف يواصل مساره سياسي شكرا لكم سيدي إلى هنا سيدتي سادتي نأتي إلى نهاية هذا العدد انتظرونا في عدد آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة